مصدر في رابط الاندية قال لنا في رقم 10 انه تم استحداث بطولة جديدة هتحمل كأس سوبر النيل سوبر النيل هيبقى فيه بطولة اسمها سوبر النيل البطولة دي هتقام بين بطل الدوري وبطل كأس الرابطة هتتلعب بين بطل الدوري وبطل كأس الرابطة النسخة الاولى من هذه البطولة هتقام في شهر ديسمبر القادم بطل الكأس وبطل كأس الرابطة عفوا بطل الدوري وبطل كأس الرابطة بطل الدوري وبطل الكأس الرابطة هيبقى فيه بطولة اسمها سوبر النيل ده غير السوبر المصري اللي بين الدوري وبين بطل الدوري وبين بطل الكأس وده غير بطولة النقبة اللي هي بطل الدوري واصف الدوري وبطل الكأس وبطل كأس الرابط حلو حلو شوية بطولات يعني احنا خاصة هين ايه احنا اللي بيفرجوا ما بيزعلوش اللي بيفرجوا بيزعلوش انا عايز بطولات كل يوم واللي بيلعبوا برضو بياخدوا بطولات فكله مبسوط فقدم كله مبسوط يلا نعمل بطولات حلوة طيب النسخة الأولى طبعا هتبقى بطل الدوري اللي هو النادي الأهلي وبطل كأس الرابطة اللي هو فريق السيراميكا كيليو باتر فيه مناقشات ما زالت ايضا جارية بشأن البلد اللي هتستضيف بطولة كأس السوبر النيل وممكن تبقى دولة الامارات هي دقرب لاستضافة هذه النسخة من البطولة بطولة كأس السوبر النيل بين بطل الدوري وبطل كأس الرابطة ان شاء الله الاهلي سيراميكا كيليو باترى في ديسمبر القادم